في البداية نتكلم عن مهرجان المصرح المصري في دورته 16 للإستعدادات اللي بتتم دلوقتي هل شاف أن هذه الدورة هتكون مختلفة مثلا عن الدورات السابقة؟ طبعا هو الدور المهرجان المصرح المصري يعتبر عورث ثقافي وفني وإبداعي ويعني كما أنا متفقل جدا بالدورة دي لأن يرقصها الفنان أستاذ محمد رياض هو فنان كبير وفنان يعني اسمه دائما مقترن بكل ما هو جميل وكل ما هو عظيم يعني والدورة دي طبعا احنا شفنا واسمعنا وقرينا كتير قوي عنها وهي بتضم كل فرق المصرح طواء من المصرح القطاع عام أو مصرح قطاع خاص أو مصرح هواء والشركات المنتجة ومصرح جامعي فإصاراء ثقافي كبير جدا وإحنا مفتقدين ده من زمان مفتقدين إصراء الحركة المصرحية اللي كانت يعني في مصر بتعتبر أساسي وشيء جميل جدا كنا بنشوفه دائما في مصرحنا وفي الحركة المصرحية المصرية وإن شاء الله تكون فعلا دورة في دورة مصرحية في المهرجان بتؤتي في مرحب وأنا متفائل جدا جدا بالدورة دي وإن شاء الله تكون فعلا دورة مهمة جدا خاصة أنها بتحمل اسم الزعيم عاد الإمام ترجمة نانسي قنقر